السحفة من قناة الشروق الإخبارية صباحكم سعيد وأهلا وسهلا بكم في الصحفة الوطنية تأتيكم جريدة الشروق اليوم بثلاثة عنوين رئيسية في الرياضة وأيضا في الشأن الدولي وكذلك في شأن تاريخي تقرؤون مشاهدنا في صدر الصفحة الأولى بالبنط العريدة هكذا خطط بن بلا للعودة إلى الحكم يقول الإبراهيم في مذكراته ويكشف عن وقائع جديدة في مرحلة التسعينات تقرؤون مشاهدنا في شأن دولي ثلاثة صفعات أوروبية على خد المخزن في عقر داره الموقف من أنبوب الغاز الإفريقي والصحراء الغربية والرشاوة بتصدم الرباط أقول تقرؤون أيضا المؤشر العربي 2022 الصهاينة ثم فرنسا ودول أخرى أكبر تهديد للجزائريين وعلى رأس صفحة الأولى في الرياضة التحاق غويري وعوار بالجزائر يثير الهلعة في فرنسا في تفاصيل هذه اليومية وفي قطاع التربية تقرؤون في صفحاتها الرابعة حيث عادت إلى قرار ترسيم الأساتذة المتعاقدين القرار الرئاسي وعنوانت 60 ألف منصب للترقية بالتربية وفق إجراءات صارمة حيث أمر عبد الحاكيم بالعابد وزير التربية الوطنية مديريها الولائيين بضرورة إنهاء كل الأعمال المرتبطة بترسيم الأساتذة المتعاقدين من خلال تسوية بعض الوضعيات العالقة هذا الأحد كآخر أجل فيما دعا إلى أهمية اعتماد نفس الإجراءات المحتمدة في امتحان شهادة الباكالوريا عند تنظيم الامتحانات المهنية الداخلية والتي تقرر إجراؤها في 21 من شهر جنفي الجاري لترقية قرابة 60 ألف مستخدم إلى الرتب المستحدثة تقرؤون أيضا مشاهدين مقالا آخر هذه المرة في السياحة معنوا كالتالية ترتبات جديدة لمنح تأشيرات السياحة لزوار الجنوب نشرت وزارة الداخلية ترتبات جديدة في منح تأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري عن طريق وكلات سياحية وجزائرية وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب الجزائر عن طريق وكلات السياحة والأسفار الوطنية المحتمدة عليهم الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدل إجراءات التأشيرة العادية وأضافت الوزارة أن الوكلات السياحية المحتمدة تقوم بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بموديليات السياحة والصناعة التقليدية للولاية المعنية يومية المساء تأتيكم هي الأخرى بعنوين رئيسية أبرز هذه العنوين في الرياضة حيث خصصت لها هذه اليومية صدر صفحتها الأولى وعنونت بالبند العريض الشان بشائر النجاح حفل افتتاح عالمي وملاعب بمعايير دولية تقرؤون الجزائر جاهزة بتنظيم محكم لاستقبال ضيوفها وتقرؤون مشاهدين في المالية هذه آليات تطبيق الضريبة على الثروة ورقمنت الحفظ العقاري والبطاقات الرمادية أهم هذه الآليات هذا ما أكده خبراء ليومية المساء وفضيحة أمامية جديدة للمخزن وبزنسة علنية بلجنة القدس هذا ما تطرقت إليه المساء في عددها الصادر لنهار اليوم في صفحتها السابعة وامتحانات الترقية في الحادي والعشرين جنوبي تقرؤون مشاهدين في تفاصيل هذه اليومية وفي قطاعي التعليم العالية دراسة إمكانية حصول الطلبة على شهادتين في نفس الوقت قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري السبتة إن الوزارة بصدد براسة إمكانية حصول الطلبة على شهادتين جميعيتين في آن واحد من خلال فتح مجال التسجيل أمام المتحصنين على شهادة الباكالوريا في مصارين مختلفين باعتماد نمط التعليم الحضوري أو عن بعض وفي تفاصيل هذا المقال أكد الوزير بداري على أهمش افتتاح الندوة الوطنية للجامعات إمكانية التسجيل في مصارين تعليميين للحصول على شهادتين في نفس الوقت في مجال اللغات من نفس المؤسسة والقسم وأن يكون ذلك عن طريق التعليم الحضوري أو عن بعض بهدف تحسين التعليم العالي ومستوى المتخرجين في مجال اللغات وكشف الوزير عن احتماد ثلاثة مؤسسات خاصة في مجال التعليم والتكوين العاليين شريطة مطبقتهم للمعايير وأن تكون النتائج في مستوى الجودة المطلوبة أخبار اليوم تعنون في شأن أمني وتكتب جيش الجزائر الأقوى مغاربيا حسب وكالة جلوبار فاير باور الذي صنفته في المرتبة الثالثة إفريقيا الأسطول البحرية الحربي الجزائري في المرتبة الرابعة عشر عالميا تقرؤون مشاهدنا في شأن رياضي مخطط خاص لتأمين كأس إفريقيا للمحليين ومن رات يؤكد أن الأمن الوطني مستعد لتوفير الحماية لكل الوفود والضيوف تقرؤون مشاهدنا في عنوين فرعية لمواكبة عالم الشغل بالداري يعلن عن نقاش حول مشروع لسانس مزدوج وامتحانات مهنية للترقية في الواحد والعشرين من شهر جنوبي هذا ما أعلن عنه وزير التربية ومجلس الأمة يدعو لتجسيد إعلان الجزائر بعد أن أدان بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى تقرؤون مشاهدنا في تفاصيل هذه اليومية هذا المقال مخطط خاص لتأمين كأس إفريقيا للمحليين أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية براهيم مراد أمس السبت أن الجزائر جاهزة لاستقبال الوفود الرياضية المشاركة في بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين شهران 2022 في الفترة الممتدة من الثالث عشر جنوبي إلى الرابع من شهر فيفري المقبل وذلك من خلال تسطير مخطط أمني يضمن الأمن والحماية للجميع الخبر مشاهدنا عن ونت في شأن قضائية وكتبت حداد وابنه في قلب قضية اللوبي الأمريكية تقرؤون في قطعية تربية أسفل الصفحة الأولى مكاسب جديدة ترافق العودة إلى الدراسة وقانون الأستاذ شاهئ جاهز في غضون أسبوعين في عنوان هامشية تقرؤون مشاهدنا في صحافة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية وفي عدد لغيزون صادر لنهر اليوم حيث اخترنا لكم هذه الافتتاحية وجاء فيها في شأن اقتصادية السياسة الصناعية الحكومة تزيد من الوتيرة وتعود مشاهدنا على رأس صفحتها الأولى فيما يخص الحدث الكروي والرياضي الذي تستعد الجزائر لاحتضانه هذا الشهر وتكتب الجزائر جاهزة لاستقبال الوفود الرياضية هذا ما أكده وزير الداخلية براهيم الراد تقرؤون مشاهدنا في صحافة العالمية والعربية منها وفي افتتاحية العرب الجديدة والتي خصصتها لشأن الأمريكي وكتبت نهاية هدنة العيد أمريكا تستعجل تسليح أوكرانيا وجمهوري أمريكا دراما الترمبيين وجاء في مقال هامشي فاز كيفين مكارني برئاسة مجلس النواب الأمريكي بعد خمسة عشر جلسة أو جلسة اقتراع وبتكلفة سياسية باهظة جعلته يرضخ لمعظم مطالب النواب من أقصى اليمين داخل حزبه وخصوصا ترمبيين منهم تقرؤون مشاهدنا في الصحافة الأجنبية وفي عدد لوموند الفرنسية الصادر بتاريخ اليوم هذا العنوان الرئيسي الصحة مخطط ماكرون لمواجهة الأزمة اللامنتهية ختام عدد اليوم من معرض الصحافة شكرا لحصن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء